نجاح الأولاد وتفوقهم في الدنيا حق أصيل للأهل من حق الأب والأم يحلموا أن عيالهم يحققوا في الحياة اللي هم ما حققوهوش ويتوفر لهم فرص أن النجاح والسعادة هم ما دقوهاش وحرص الأب والأم على كده شيء غير مستنكر إطلاقا والمشاهد في الدنيا أن أغلب الأباء والأمهات بيفنوا وقتهم وجهدهم وفلسهم علشان العيال تبقى في أحسن مكانة لكن في بعض الأوقات بيبقى فيه موضوع محير لما الأولاد بيخفقوا في بعض جوانب حياتهم دراسة ولا رياضة ولا أيا كان ويبقى الأب والأم عايزين يحفزوهم فيشوفوا حد ناجح فتبدأ المقارنات ويجي هنا المسألة المحيرة أنا عايز أقارن ابني بحد ناجح عشان يعمل زيه لكني خايف أكثر حقيقة أن المقارنة كأحد وسائل التحفيز خطر جدا ومحتاجة شوية نصايح تاخد بالك منها عايزك تتخيل كده لو أنا بكلم بقى الأباء والأمهات عايزة تتخلى ومراتك بتقارنك بجارك اللي أنجح منك في الشغل شوف دي أبقى قاسي على قلبك إزاي ولا أنت جوزك بيقارنك بواحدة أجمل شوف قديدة غير مقبول خد نفس المشاعر دي وشوفها لما تتحطف الإبن لما تشوله على واحد ممكن يكون بينفسه في الدراسة بينفسه في سنه أقران بيسموهم بينفسه في الرياضة وتقوله هو أحسن منك قاسية جدا جدا على الولد وبتؤثر على شيء مهم جدا بيسموه العلماء تقدير الذات إن أنا أبقى باحترم نفسي وأشعر إنها تستحق النجاح ده ما يتضربش ده تقدير الذات دي أهم حاجة عند الأولاد المتخصصين هنا في التربية بيلفتوا النظر لحاجة مهمة مرتبطة بإن ساعات الأب والأم بيبقوا عندهم غضب شديد لما ابنه يخفق في حاجة لأنه بيحس إن هو اللي أخفق لأن كتير من الأوقات بينسب الأب والأم نجاح ابنهم ليهم أنا نجحت إني أخلف ولد ناجح أنا فشلت إني أطلع ولد بطل فبيبقى فيه اندفاع الاندفاع ده خطر قوي لما يخش على المقارنة بيبقى فيه اندفاع جدا في العقاب لو الولد ما جابش درجة كويسة وصاحبه اللي هو ابن صاحبي جاب درجة أعلى منه وكأن أبو الولد اللي هو صاحبي أنجح مني وأنا فاشل أني أربي ولد شاطر أو ولد بطل في الحاجة اللي بيعملها ده خلطي مش صح لأني فيه قدرات للولد وهنا مسألة الرضا الرضا إن ربنا رزقني بولد ناجح عنده قدرات معينة هيوصل بناجحه لهنا وجاري ولا صاحبي ربنا رزق بولد ناجح هيوصل لهنا مدام ابني ولا بنتي بذل أقصى جهده ونيجي هنا الموضوع المقارنة المحير أقارن إزاي المتخصصين في علماء في علم الشريعة والمتخصصين في علم التربية قالوا نقارن بالمعيار مش نقارن بأشخاص بعينهم عشان الولد أو البنت ما يتكسرش قدام شخص يبقى دايماً شايفه سابق وبسبب إنه بابا حاجة كبيرة بابا ده وماما حاجة كبيرة قوي بيقولوا يدشتر منك في علم قارن بالمعيار يعني إيه يعني على سبيل المثال في النجاح يا ابني تعالى هو أنت ما جبتش درجة كويسة هم اللي نجحوا عملوا إيه وإنت مش قال من أي حد نجح لأن الظروف اللي توفرت لهم متوفرالك اللي نجحوا دول إيه اللي عملوا ونبدأ نجيب ورقة وقلم ما إحنا لازم نهتم برضه زي ما أجيب ورقة وقلم عشان نخطط لمستقبلي ولا في شركتي ولا في أي حاجة مصروف الشهر ده ابني ده أجيب ورقة وقلم ويقرأ قدامي وهو اللي يكتب عملي هو الناجح بيعمل إيه عموماً دون تعيين شخص معين فيكتب لي واحد اتنين ثلاثة يا ابني إنت اللي زيك عنده إمكانيات ما يبقاش زي اللي فشل فشل أو اللي غلط فكن لما ربنا في القرآن كان بيقول ولا تكونوا كالذين كتير بقى في القرآن ولا تكونوا كالذين قوتوا الكتابة فطال عليهم الأمد انتوا كمؤمنين تستحقوا أنه كنتوا ما تكونوش كده يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى انتوا كمؤمنين أشرف وأرقى من بني إسرائيل اللي اتهموا نبيهم بحاجة مش كويسة دي مقارنة بالمعيار في السلبي والإيجابي وكأنك أثناء المقارنة بتقول لابنك ولا بنتك انت عندك من الإمكانيات وعندك من الصفات اللي يخليك تحقق اللي النكحين حققوه وعندك من الإمكانيات والصفات اللي تخليك تستحق انك ما تبقاش زي الناس اللي عمل التصرف سلبي فلو عايز تقارن من غير ما تكسر نفسية ابنك ما تحددش شخص معين سبقك في الحياة وتقول هو ده خد بالك انت دي مش زيه فيبدأ الابن يشعر ان صاحبه في عينيك أكبر منه وانت تكسر تقدير الذات قارن بالمعيار بالنجاح بالاجتهاد ساعتها ابنك هيتكون جواه ثقة ويسعى للمعيار اللي انت بتدور عليه سواء كانت بطولة في الرياضة نجاح في الدراسة أو أيا كان خلق من الأخلاق مثلا تمنى النقطة دي يكون فيها الخلاصة اللي تريح بالكل محتار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة